ما هو تفسير رؤية السلحفات في المنام؟ السلحفات هي في المنام امرأة تتعطر وتتزين وتعرض نفسها على الرجال وقيل السلحفات قاضي القضاة لأنها أعلم ما في البحر وأرعه وأورعه وقيل هي رجل عالم فإن رأى سلحفات مكرمة في بلد أو قرية فإن أهل العلم في ذلك الموضع أعزاء فإن رأاها في مزبلة فإن هناك عالم ضائع بين الجاهلين وقيل هي رجل عابد وأكل لحم السلحفات مال أو علم من حيث لا يحتسب أو أنه يصيب خيرا أو برا ومنفعة ومالا ومن رأى أنه ملك سلحفات أو أدخلها منزله فإنه يفوز بإنسان عالم وإن رأى سلحفات مطروحة في الطريق فإن هناك علما مطروحا فإن رأاها مصونة في وعاء أو في ثوب فإن العالم هناك مرفوع عزيز وقيل السلحفات تدل في المنام على المكر والخذيعة والتجسس والاختفاء والبئر واقتناء السلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر